البيعة كشرعية للنظام يدخل الدكتور زيدان إلى موضوعه بفقرة قوية تبدو محكمة الترتيب والغرض يقول البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم بل وتسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد الرسول فهي ميثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وأداة إعلانه الالتزام بالمنهج والشريعة والشورى وهي صيغة تمكين الأمة لا إخضاعها قبل الدولة وبعدها والبيعة في الخبرة النبوية هي عقد اجتماعي تأسست عليه الأمة ثم الدولة فالعقد الذي حدث مرتين عند العقبة كان عقدا حقيقيا تاريخيا تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية في حين أن فكرة العقد الاجتماعي عند روسو مثلا في الفكر الغربي الحديث كانت تبريرا غيبيا لا نصيب له من الواقع لجأ أصحابها إليها لمحاربة سلطة الحاكم الفرد عبر أسطورة لم يشهد تاريخهم تحققها كما حدث في التاريخ الإسلامي ألا ترون هذا الكلام الكبير العظيم الفخيم؟ ألا تروننا؟ قد سبقنا عقد روسو الاجتماعي في بيعته العقبة بينما نحن في قاع الأمم تراتبا بل إن عقد روسو كان مجرد تحويم غيبي مقابل عقدنا الواقعي الحقيقي البيعة الذي تشهد عليه أحداث تاريخية وقعت مرتين عند العقبة مثلي لا يقتنع بسهولة بطرح الكلام الجميل المرتب المنمق المفلسف لأن ذلك لو كان حقا لكنا نحن القاطرة التي أخذت العالم نحو الحداثة منذ 1426 عاما ولكننا الأكثر رقيا وتقدما نحن ودول العالم الأخرى مما هي عليه الدنيا الآن هنا لابد أن نشك في الكتالوج المقدم إلينا من الدكتور زيدان فالكتالوج يقول شيئا وواقعنا يقول شيئا آخر ومن ثم وجب البحث وراء ما طرح الدكتور ومدى صدقه من كذبه أو تدليسه هنا وحتى نفهم ما قال سيادته سنقوم بتحليل وتفصيص لما قال واحدة واحدة في خطابه السياسي الإسلامي الجديد ولنبدأ بالواحدة الأولى يقول سيادته إن البيعة من أبرز الجوانب الفعل السياسي الذي تمارزه الأمة إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم وهكذا يكون أول الآية كفرا واستئصالا وتكفيرا وتحريضا بصيغة الجزم والتأكيد فهو يصدر حكما على كل حكومات الإسلامية القائمة بالكفر ويسحب عنها الشرعية فكلها قامت على نظام الدولة الحديثة ولم يكن فيها كلها بيعة عدا بضع منها ألا ترون؟ ألا ترونه يصوغها مشروطة بقطع التأكيد إذ إنها مما يعني أن كل حكومات المسلمين المعاصرة غير مشروعة إذ إنها أي البيعة في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم الغريب في شأن سادتنا هؤلاء من مفكري التيار الإسلامي أنهم يبنون أبنية محكمة قوية البناء لكن كلها على مستوى المخيلة وحدها وليس أبعد من ذلك المشكلة أن هذا الكلام المتخيل يتم ترديده باستمرار حتى بات كما لو كان حقيقة وأن علينا التصديق ثم السمع والطاعة لكن هل القواعد الدينية المفترض فيها السمو والبناء والتقدم يمكن أن تصبح مهمتها إثارة الفتن وتدمير الأوطان بالحركات الدينية المسلحة؟ أو حتى الثوارات الشعبية المتدينة؟ والأهم هو السؤال ما هو مصدر هذه القاعدة التي تبدو صحيحة واضحة دينيا مئة بالمئة؟ في أي مكان هي موجودة بدين المسلمين؟ إن عبارة تحريضية من هذا النوع إنما تحرد الشعوب بالدين للفتن لأن حكوماتها لم تقم على نظام البيعة رغم أنه إذا كان لابد من الثورة فهناك أسباب ومبررات أخرى كثيرة لا تدمر لكنها تبني نحن بحاجة لمعرفة مدى صدق هذه العبارة التي بنى عليها موضوعه كله عن البيعة وبحاجة إلى النصوص الصريحة التي يمكن أن تنباثق عنها مثل هذه القاعدة الدينية الدستورية إن التحريض على التمرد الديني غير المعارضة البناءة إن تحريض البسطاء وهم موقود كل الحركات الدينية عبر التاريخ يحولهم عن الولاء لوطنهم إلى خيانة الولاء الوطني لصالح ما يقال لهم إنه شرع السماء مما يعطي الضوء الأخضر لعمليات الإرهاب المسلح بحجج شرعية قالها الدكتور زيدان المفترض أنه في طليعة الحداثيين الإسلاميين ليعطي الدافعة لمزيد من ضمار اقتصاد بلاد المسلمين وموت الأبرياء وتفجير السياح ودور العبادة ووسائل المواصلات وأنابيب البترول فيضرب منتج الدكتور زيدان في كل مكان دون هدف واضح سوى التخريب والتدمير لأن الدكتور زيدان لم يضع بديلا حقيقيا واضحا يمكن تطبيقه اليوم للنظام الذي تقوم عليه الدول الإسلامية وسنرى معا كيف أن وفاضه أخلى من عباراته الكبيرة الأهم في كل هذا أنهم يشيعون بين المسلمين اتفاقا على عدم شرعية الحكومات القائمة حتى يكونوا هم البديل الشرعي لأنهم هم من يفهم الإسلام وشروطه وحتى يتم اتفاق الأمة على اختيارهم بديلا فليس أمام المسلمين سوى الإرهاب والتخريب حتى تسقط هذه الأنظمة غير الشرعية بيد الجماعات الإرهابية الشرعية